بين دوائر انتخابية موحدة واخرى متعددة يستمر الجدل وتتصاعد وطيرة السجالات بين شركاء العملية السياسية تزامنا مع تصاعد حدة مخاوف الاحزاب التقليدية من خسارة نفوذها وامتيازاتها ليس هذا فحسب فقد اصبح طرح استخدام البطاقات البيومترية الخاصة بالناخب والتي تعتمد على بصمة الابهام والعين احد الهواجز التي باتت تؤرق الكتلة السياسية الكبيرة وان كان العزوف الشعبي على المشاركة بالانتخابات المبكرة ما زال حاضرا وبقوة طرق الالتفاف على قانون الانتخابات ان اقر لن تكون عصية على احزاب امتهنت التزوير والتلعب بالدوائر الانتخابية وجغرافيتها وفقا لطبيعة السكان وانتماءاتهم حيث تقترح كتلون سياسية اعتماد التقسيم الطائفي والاثني والقومي للدوائر في محافظات صلاح الدين وديالة ونينوى واجزاء من بغداد من خلال دمج مناطق غير متجاورة جغرافيا لكنها متشابهة دينيا او قوميا بعضها مع بعض لجعلها دائرة انتخابية واحدة وهو ما تسعى اليه احزاب مهيمينة على المشهد منذ عام 2003 النائب عن تحالف سائرون رعد المكسوسي قال ان بعض القوى السياسية انقلبت على قانون الانتخابات رغم انها سبق وانصوتت عليه لكنها وبعدما شهدت انخفاض حدة التظاهرات بسبب وباء كورونا تعمل حاليا على حرف القانون وفق مقاسها بشكل يضمن لها بقاء نفوذها في المرحلة المقبلة وعن ذلك قال محافظ نينوى الاسبق اثير النجافي ان كل جهة سياسية تريد تقسيم الدوائر الانتخابية بما يخدم مصلحتها فكلما زادت الدوائر الانتخابية كلما كانت هناك امكانية لحصول تغيير في النتائج لان القوى السياسية المتنفذة لا تستطيع التحكم بكل الدوائر الانتخابية والعكس عندما تكون هناك دائرة انتخابية واحدة او حتى دوائر انتخابية اقل وبينما يواصل الشركاء جدلهم فان الشارع العراقي قال كلمته عبر هتاف وشعار تردد صداه في الساحات والميادين وهو كلا لنظام المحاصصة الطائفي